اللي جاي ده أتكلم عنه شوية عن النادي الأهلي وأستحق النادي الأهلي الحديث بإحترام وتقدير كبير جدا ونهي أتحدث عن النادي الأهلي إدارة وجماهير وتاريخ واسم عظيم النادي الأهلي خد موقفين في منتهى الروعة في منتهى الروعة ومش غريبة عن النادي الأهلي غدا في مباراة سيمبا المهمة جدا مباراة سيمبا التنزاني أولا الأهلي خصص إرادات هذه المباراة من دخول الجماهير لصالح المساعدات الإنسانية اللي هتصل إن شاء الله إلى غزة واحد اثنين موقف تاني رائع وزكي وفي وقته النادي الأهلي أعلن وجود ست سيارات من وزارة الصحة أمام بوابات استاذ الكاهرة يوم المباراة عشان يتم فيها التبرع بالدم للأشقاء في غزة حلو موقف عظيم معتاد رائع من النادي الأهلي على فاكرة برضو نادي الزمالك كان أعلن عن عدد كبير من الخطوات والمساعدات لفلسطين وأتمنى كل الأندية في مصر ما ينفعش نادي في مصر تحديدا في مصر ما يكونش له دور ومساعدة لإخواتنا في فلسطين وفي غزة ما ينفعش كله يساعد الأهلي عظيم زمالك عظيم اسماعيلي عظيم مصري عظيم اتحاد عظيم باقي الأندية حاجة رائعة كله يساعد كله يساعد برابو النادي الأهلي يعني بس كالمعتاد مش حاجة جديدة على النادي الأهلي ومناسبة النادي الأهلي وعظمة وجمال النادي الأهلي عن بنتينو رئيس اتحاد الدولة لكرة القدم كان له تصريحات النهاردة عن النادي الأهلي في منتهى الأهمية ومنتهى الجمال تعال اسمع عن بنتينو رئيس اتحاد الدولة بيقول إياه عن الأهلي ونرجع نكمل كلامنا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر وقال إنه هو ده أهل كاس العالم عدة مرات افهم أهمية المشاركة في البطوات العالمية دي افهم أهمية المشاركة ويعرف الناس في العالم عندها المصرية واللعابين المصريين حادي يقول لك سبحانه الصلاح ما عملش حاجة للمصر قال إنه النادي الأهلي عنده تقاليد رائعة ولعبين عظماء وقال إنه إحنا بنستمتع دايما بمشاهدة النادي الأهلي بيلعب كورة قدم رائعة وقال استمروا على هذا إنه حكلم كمان عن مصر قال مصر بلد عظيمة وكبيرة وقال في كرة القدم بلد رائعة جدا وقريبة دائما إلى قلبي وإلى كلوبنا جميعا كلام حلو كلام حلو كلام حلو كمان ترجمة نانسي قنقر